السلام عليكم ازيكم يا جدعان عاملين ايه ان شاء الله كنوا بخير في الفيديو ده كده امعلم يعني اعمل لك الفيديو في اول يوم في السيزن اهو فطبعا في الفيديو ده هشرح لك ازي توصل كونكر خلال يومين فقط او تلات ايام باسهل طريقة وهشرح لك على اسهل واسرع سيرفر توصل فيه لكونكر واسهل برضو خريطة واسرع خريطة يعني توصل فيها لكونكر وتلعب دو ولا سكواد ولا سولو هشرح لك طبعا على اهم الحاجات اللي انت محتاجة تعرفها عن الكونكر واسهل طريقة طبعا توصل بها لكونكر في بداية السيزن كده في اول يومين او اول ثلاث ايام يعني فالله بينا على طول كده يا صاحبي نبدأ في الفيديو ساب لو نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة يعني انت لو عملت لايك قصة مش تخسر اي حاجة والاهم طبعا ان انت تصلي عناب عليها في دراسات والسلام وبس كده امعلم يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو طبعا افضل ما نفضل واقفين لوبي واكلمك واشرح لك فهو احنا في الجيم كده انا عشان تشوف برضو لقطات وانا بشرح لك المهم امعلم اول حاجة كده افضل سيرفر توصل فيه لكونكر سيرفر اوروبا ولا امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية ولا سيرفر بالزبط طبعا صديقة هي في اوروبا البنج بتاعك هيكون مزبوط بس هتكون اصعب شوية انما طبعا يعني مثلا لو جينا السيرفر امريكا الشمالية او امريكا الجنوبية فهتلاقي ان بنجك هيكون عالي البنج مش هيكون مزبوط بس هتلاقيها اسهل بكتير طبعا من اوروبا فطبعا لو تكلمنا اول حاجة كده عن السيرفر انت طبعا لو لعيب قوي هتها في اوروبا انما طبعا يعني لو لعبك نص ونص مثلا وعايز تجيب الكونكر لعبك نص ونص او جهازك مش قوي مش مساعدك ان انتك كل لعيب فطبعا صديق العب امريكا الشمالية ليه طيب امريكا الشمالية مش امريكا الجنوبية ان البنج فيها في امريكا الشمالية بيكون افضل شوية يعني من امريكا الجنوبية تمام فطبعا لو جهازك ضعيف او مش قوي اللي انت مش تعرف تعابل الناس اللعيبك قوي جمدة لعب طبعا سيرفر امريكا الشمالية جهازك كويس وانت لعيب العب سيرفر اوروبا عادي خالص تمام بس طبعا في اوروبا هتطول شوية عايز تجيب التكونكرer بسرعة لعب امريكا الشمالية ده اول حاجة كده بالنسبة للسيرفر اللي انت تلعب فيه. طيب همعلم تلعب دو ولا سولو ولا سكواد? افضل حاجة برضه صديق ان انت تلعب دو. طيب ليه مش سولو? سولو طبعا لان انت هتزهق. لما تفضل تلعب طول اليوم وانت الواحدك. فيش واحد من صاحبك بيلعب معك بيسليك. يعني انت كده كده هتزهق لو هتلعب سولو. تمام? وليه طيب سكواد لا? عشان طبعا صديقي السكواد صعبة صعبة صعبة. السكواد انت محتاج سكواد يفضل معك. يلعب معك نفس السكواد محدش يسيبك. مش هينفع الجيمة واحد تلعب عشوائي. لان التيمات اللي قصادك كل واحد طبعا مجمع صحابه وتيم قوي وبيلعبه. فلازم ان انت يعني لو هتلعب سكواد يكون معك سكواد قوي. وماعتقدش ان انت معاك سكواد قوي تقدره تهزمه اي تيم وكلام من ده. والسولو زي ملتلك هتزهق. فافضل حاجة ان انت تلعب دو. هيكون معاك واحد فقط من صحابك واعتقد اي واحد فينا لي واحد مفضل يعني من صحابه بحب يلعب معه. وتلعب طبعا صاحبي مع صديقك ده. اه فتلعب طبعا مع دو. وتقدر طبعا معلم ان انت تجيب الكونكر بكل سهولة برضو في الدو. ده كده بالنسبة لتاني حاجة. كده احنا اتكلمنا في السيرفر. واتكلمنا طبعا صديقي في الفئة هتلعب سولو ولا دو ولا سكوان. دلوقتي طبعا هقول لك على افضل خريطة. وطبعا صاحبي حاجة مهمة لو انت هتلعب امريكا الشمالية في السيرفر يعني امريكا الشمالية او اوروبا فكده كده العب دو. يعني انت سبت الدول لانت اي ان كان السيرفر اللي هتلعب فيه. العب دو طبعا لانه سهل. وفي نفس الوقت مش هتزهب. تمام? يعني العب دو. طيب صاحبي اخر حاجة بالنسبة الافضل خريطة. افضل خريطة طبعا معلم تلعب فيها ايرينجل ولا ليفك. طبعا من رأيي والان انا بحب العبها لان فيها نقاط اعلى هي طبعا خريطة ايرينجل. فانا لو هختار لك اختار لك خريطة ايرينجل. لان مثلا انت لو كسبت الجيم في ليفك. بعشرة كل. فانت مثلا في التقييم العالي لما تيجي تقرب للكونكر. ممكن مثلا تاخد تسعة نقطة. او تمن نقطة. او ممكن اعمل او زادت هتاخد عشر نقطة حداشر نقطة. ده طبعا في خريطة ليفك. انما طبعا لو جيت ليرينجل اكسب كده بس الجيم بعشر كل او باثناشر كل. بالقلال هتاخد عشرين نقطة. فكده كده النقاط اللي انت بتاخدها في ايرينجل ضعف النقاط اللي انت بتاخدها في ليفك. تمام? واحد برضا هيقول لي ما الوقت اللي بلعبه في ايرينجل الجيم بيقعد نص ساعة. وليفك الجيم عندها بيقعد ربع ساعة فهي هي. فتمام انت عايز تلعب ليفك العب عايز تلعب ايرينجل العب على حسب اللي انت متعود عليه. انا كده كده بحبش تلعب ليفك خالص خالص. فبالتالي بلعبش خريطة ليفك ابدا. نما بلعبها في كونكر بلعب على اوروبا. آآ بلعب عفوا في خريطة ايرينجل بلعبش ليفك. وبرضو يعني انا جبت اصلا الكونكر يعني في سيرفر اوروبا. تمام? فده كده برضه صاحبي بالنسبة للخريطة. انا من رأيي انه الافضل من رأيي خريطة ايرينجل هي الافضل عشان فيها نقاط اعلى. انت طبعا حابب ان انت تلعب ايرينجل او ليفك اي حاجة ما انت بتحبها اللي اتنين فيهم نقاط. واللي اتنين كده كده يعني هيوصلوك للكونكر. بس رأيي خريطة ايرينجل طبعا. ده كده معلم بالنسبة الاهم ثلاث حاجات. نيجي بعد الوقت لشوية اسئلة كده الناس بتسألها. تمام? زي مثلا انا امتى هاخد الكونكر? هتاخد الكونكر طبعا ودي انا قلتها لك كتير. لما تصنيفك يكون من التوب خمسمية في السيرفر اللي انت بترنك فيه. تمام? دي طبعا بتشوفها لما بتجيب التصنيف. وبتشوف طبعا انت تصنيفك الكام يعني على السيرفر. تمام? بتجيب التصنيف وبتحدد من فوق الفئة. تحدد لو انت بتلعب دو سكواد هتح من فوق كده دو. هتلاقي تصنيفك ظاهر عندك طبعا انت متصنى في الكام. عشان طبعا صديقي تاخد الكونكر. لازم 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 تصنيفك يكون من اول خمسمية على السيرفر من توب خمسمية. وشرط كمان ان انت يكون تقييمك عدى طبكة المتفوق. او يعني وصلت للطبكة المتفوق. تمام? بس كده طبعا صديقي دول الشرطين. اول طبعا ما تقييمك اا يوصل لطبكة المتفوق. وكمان اا تكون متصنف من اول خمسمية على السيرفر. الشرطين دول بس. خلاص كده معلم هتاخد الكونكر طبعا يومها الساعة اتنين الفجر بتوقيت مصر طبعا. او اتنين بالليل يعني. تمام? ده طبعا كده يا صديقي برضو. بالنسبة لانت امت يعني هتاخد الكونكر. طبعا صاحب حاجة مهمة تاني. ودي يعني نصيحة كده يعني على السريع. لو انت عايز تجيب فعلا الكونكر فعلا يعني الكونكر في يومين او تلات ايام زي ما انا كتيب لك في عنوان الفيديو. فلازم لازم لازم ان انت تلعب اكبر وقت ممكن. يعني مسلا لما تجيش تلعب لي في اليوم ست ساعات او تمن ساعات وتقول لي انا ما جبتش الكونكر في يومين زي ما انت قلت. طبعا انت مش هينفع اصلا تجيب الكونكر في يومين وانت بتلعب ست ساعات بس في اليوم. عشان تجيب الكونكر في يومين او بالكتير في تلات ايام لازم اليومين دول انت قاعد على اللقبة بس. طبعا انا بفضلش كده ولا بقول لك اعمل كده. يعني انا عن نفسي مش هعمل كده ولا بعمل كده اصلا. تمام? فانت مسلا عايز حل حلو اه انت مسلا تلعب ست ساعات واحد من صحابك صاحبك اللي بيلعب معك على طول يعني وبتصق فيه كده تديله الحساب يلعب هو كمان ست ساعات. يعني كده معا. تمام? ده برضو حاجة مهمة ان لازم الاكاونت ما يتقفلش او لو هيتقفل يتقفل فترة قصيرة. لان انت لو قفلت الاكاونت اصلا خمس ساعات. فحرفيا تعال افتح الاكاونت تاني هتلاقي تصنيفك لو انت كنت من اول خمسمية هتلاقي تصنيفك رجع الالفين. فلازم لازم لازم ان انت تلعب اكبر وقت ممكن. وبس كده معلم. العب كتير طبعا. اه المدة يعني العب وقت كتير. فاول يومين. وهتقدر ان انت تجيب الكونكر بكل سهولة. العب طبعا صاحب يدوه زي ما قلتلك. وخلي السيرفر بتاعك اوروبا لو انت لعيب جامد وعيس يجيبه اوروبا هات اوروبا. انا جبت الكونكر في اوروبا عادي. مش السيزون ده طبعا بس يعني بقولك انها جبت في اوروبا. حابب ان انت تجيبه اسرع من اوروبا يعني وكده عشان اوروبا فيها التنافس قوي خالص. هات طبعا معلم السيرفر امريكا الشمالية. بس كده معلم ده كان كل حاجة في الفيديو اتمنى تكون استفدت. سلام.